عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس المجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة خاصة في قطاع الصناعة كما تابع رئيس السيسي في هذا الشأن حزمة الترسيلات التي أعلنتها وزارة المالية بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحصين مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين وقد واجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري